اهلا طلابنا طلاب السادس العلمي بالحلقة رقم تسعة من حلقات الفصل السادس بهاي الحلقة راح نكمل ما بديناه بالحلقة السابقة اللي هو ناخذ الاسئلة ونكتب الخطط مالتها وتبدون تحلون الاسئلة انتو يلا هسه اول سؤال او تكملت الاسئلة وصلنا السؤال الفين وسبوط عشر دور اول خارج القطر سقط ضوء طوله الموجي لمدة تساوي 300 نانو متر على معدن الصوديوم فوجده ان دالة الشغل تساوي 3.43 في 10 السالب 19 جول جد الطاقة الحركية بوحدة الجول زيه انا اول شغلة شرية الطاقة الحركية هها مليار مرة مر علينا هذا السؤال اللي هو اللي اي ناقص دبلو الدبلو عدنة بس اللي ما عدنه لازم يستخرجي الأتح اف هالكما عدنه لازم يستخرجي اللي وهو علايه لمدة عدنه اللمدا راح يطلع الايف نعوض ونطلع الايي نعوض ونطلع الكي ايي راح تطلع بوحدة الجول اصلا هيا اول شاء الله ثانيا جهد القطع كي اي شنو قانون اللي بي جهد قطع في اس احنا نريد جهد القطع الاي ثابت والكي اي موجود طلعنا بالخطوة الاولى اذا خلص السؤال بلش حل السؤال وتعال ارجع على مود اتحل السؤال الوراء الفين وسبوطعش دور ثاني موصل سقط طول موجته طول الموجه اللي هو ثلاثمائة نانو متر زي على سطح دالت شغلها على سطح ماذا دالت شغلها دالت الشغل تساوي ثلاثة بونت اثنيا اي في جدوا الطاقة الحركية نفس الوضع نفس السؤال اولا يريد الطاقة الحركية الكي اي اللي هو يساوي اي ناقص دباليو اي ناقص دباليو الدباليو عندي بس دير بالكم من اتعاوضون الدباليو لازم اتعاوضون ويا ال اي في يعني متعاوضون بس ثلاثة بوينت اثنيا لا ويا واحد بوينت ستة في عشر والسالب بسوط عشر لين هاي اي في موجودة ال اي ال اي هي اتش اف ال اف ما عندي سي على لمدة هذا بالنسبة للمطلب الاول المطلب الثاني يريد طول موجة العتبة لمدا نوت يساوي انه ابو العطسة اج سي على اليمن على دباليو اذا عدنا ال اج وعدنا السي وعدنا الدباليو راح نبال بس ناقص درقام هذا بالنسبة السؤال الفين وسبنطعش الدور الثاني موصل الفين وثمنطعش تمهيدي الفين وثمنطعش تمهيدي حل هذا السؤال بعدين ارجع كمل لين كل هالمطلوبات من عدك سقط طوله الموجي اللمدة تساوي ثلاثة في عشرة والسالب سبعة متر على سطح مادة دالة الشغلة ها دالة الشغل الدباليو يساوي واحد بوينت ثلاثة وثمانين في عشرة والسالب تسواطعش جون طبعا نفس الوضع ما نبني الاسئلة ما مقدار الطاقة الحركية العظمى ما مقدار الطاقة الحركية الكي اي شكيت يساوي اي ناقص دباليو والدباليو عندي والاي لازم استخرجة اللي هو ات اف الاف ما عندي لازم استخرجة سي على الامدة شوام يعني نفس الاسئلة كلها جا تنعاد حليني حلة للسؤال وتعال كمل الوراء 2018 الدور الأول سقط طوله الموجي يعني اللمدة تساوي 300 نانومتر سالب 9 على سطح مادة دالة الشغل W3.3 في عشرة السالب تساطع الجول أولا ما مقدار الانطلاق الأعظم يريد السرعة الانطلاق أولا يريد السرعة ابدي سو الخطة يلا تيجي تباوع إذا وقفت بالخطة يعني تقوانين لك محافظة بعدك تمام اللي هو ثنيا كي اي ثنيا كي اي على يمن على ام كي اي عندنا لا لازم شاستخرج الكي اي الكي اي تساوي اي ناقص دباليو تمام الدباليو عندنا اي والاي لا لازم استخرج الاي اللي هو اتش اف الاف عندنا لا لازم استخرج الاف اللي هو السي على لمدة خلاص بعد هاي بالنسبة للمطلب الاول المطلب الثاني يريد طول موجة ديبرولي سهلة طول موجة ديبرولي لمدة تساوي اي اي على ام ذي هاي طول موجة ديبرولي اله ثابت الام ام الكترون لان هو قل لي الكترون بالسؤال والفي استخرجنا خلاص هذا 2018 الدور الاول زيان 2019 الدور الاول 2019 الدور الاول 2019 الدور الاول شي يقول هذا السؤال فوتون طوله الموجي او طول موجته اللمدة تساوي ثلاثة نانو نانو متر زيان اسقط على سطح فلز ما مقدار اولا زخم الفوتون اولا يريد الزخم احنا عدنا قانون هو قانون ديبرولي ساوينا اتش على يمن على بي بس انا شنو اللي اريد بي هذا يصعد وهذا ينزل اذا اللي بي تساوي انه اتش على لمدة ويساوي انه الاتش ستة بوينت تلاثة وستين في عشرة والسالب اربعة وثلاثين على لمدة تلاثة في عشرة والسالب تسعة سالب تسعة ويهاي سالب خمسة وعشرين الاتلاثة بيها واحد وهاي بيها اثنين وهاي اثنين وهاي واحد اذا الزخم يساوي 2.21 في 10 والسالب 25 كيلوغرام في أو كيلوغرام الزخم كيلوغرام في متر على سكند لأنه جاي الزخم من مين جاي إذا التيهون بالوحدات مالته اللي هو الكتلة في السرعة الكتلة كيلوغرام والسرعة متر على سكند إذن كيلوغرام في متر على سكند بعد ثانيا الطاقة الحركية العظمى إذا علمت أن جهد الإيقاف يساوي ثانيا يريد الطاقة الحركية العظمى إذا كان جهد الإيقاف يعني ال-VS يساوي O.16V يلا اش قلت جهد الإيقاف اش قلت الطاقة الحركية يا قانون نستخدم نعطيني VS إذن قانون أبو فرق الجهد ال-VS ال-1.6 في 10 والسالب تساطعش هاي اللي هي ثابتة ال-VS O.16 ويساوي 16 في 16 عفو البوينتات السي 16 في 16 شو راح يصر عندنا شقدت آآ اهنانا ستة في ستة ستة وتلاثين ستة في واحد ستة وتلاثة تسعة راح ننزل صفر 16 هاي راح يصر ستة خمسة واحد اثنين إذن ميتين وستة وخمسين ميتين وستة وخمسين شو كمونا قمونا البوينت ثلاثة واحد ثنين ثلاثة في عشرة والسالب تساطعش جون هذا الفين وتساطعش الدور الأول يلا شباب الفين وعشرين الدور الثالث الفين وعشرين الدور الثالث سقط ضوء طول موجته اللمدة تساوي ثنيا في عشرة والسالب سبعة متر على سطح معدن فإذا كان جهد القطع الفي اس يساوي واحد بوينت ستة فولت زين فما مقدار أولا الطاقة الحركية يريد الكي اي الطاقة الحركية يلا الطاقة الحركية شو ساوي انه اي في اس ويساوي هذا واحد بوينت ستة في عشرة والسالب تساطعش والفي اس واحد بوينت ستة نفس السؤال اللي يسح لينا ستة عش في ستة عش ميتين وستة وخمسين شكو مرقب امور البوينت اثنيا في عشرة والسالب تسوة عش جول هذا يا مطلب الاول المطلب الثاني يريد دالة الشغل دالة الشغل خلنا نسوي له خطة هنالك كي اي يساوي انه اي ناقص دباليو صح؟ هتقول له صح اقول لك انا شريت دالة الشغل لازم ما هذا عندي ايه عندي استخرجته وهذا عندي طبعا هنالا لازم دائما نحط ماكس ان هي طاقة حركية العظمة ال ايش تساوي انه اتش اف زين ال اف عندك لا لازم استخرج ال اف اللي والسي على اليمن على الامدة يلا نستخرج ال اف نعوضه نستخرج ال اي عمود نستخرج ال دباليو يلا شباب هس انه هنالا ال اف تساوي انه السي على الامدة السي ثلاثة في عشرة قس ثماني على الامدة اثنين في عشرة السالب سبعة من تسعة شصير موجب سبعة ويساوي انه ثلاثة على اثنين واحد بوينت خمسة في عشرة والسخم مستعش هيرتز هاي بالنسبة للمطلب او العفو النقطة الاولى طلعنا التردد هسا نصعد نطلعي الاي الطاقة الطاقة شيساوي انه اتش اف ويساوي انه اشقد ال اتش ستة بوينت تلاثة وستين في عشرة والسالب اربعة وتلاثين اشقد ال اف ال اف واحد بوينت خمسة في عشرة والسخمسطعش زين سالب اربعة وتلاثين وموجة بو خمسطعش سالب تسوطعش اوكي هسا لازم نضرب خمسطعش في ستمية وتلاثة وستين في خمسطعش خمسة في تلاثة خمسطعش خمسة في ستة تلاثين واحد واحد وتلاثين خمسة في ستة تلاثين وتلاثة تلاثة وتلاثين راح نزل صفر واحد في ذنين تلاثة ارقام تلاثة اتنين نزلين خمسة اربعة تسعة تسعة اذن تسعة تسعة اربعة خمسة اش كما رقمونا البوينت احسبوا ياي واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وشو نخلي بوينت اذن هاي بالنسبة للطاقة طلعنا الطاقة شيريت هو اسا اريد دالة الشغل بسا نصعد نطلع دالة الشغل الكي اي تساوي اني اي ناقص دباليو انا شنو اللي اريده دالة الشغل هاي تروح منا وهي تجي منا فدالة الشغل راح اصر موجبة والكي اي راح اولها اصر سالبة وي تسعة تسع اربعة خمسة في عشرة والسالب تسوطحش ناقص كي ايش قد الكي ايش قد اثنين ستة وخمسين في عشرة والسالب تسوطحش راح اطلع العشرة والسالب تسوطح عامل مشترك عشرة والسالب تسعة عامل مشترك. اطلح هذا من هذي. اللي وجهت تسعة تسعة اربعة خمسة ناقص اثنين بوينت ستة خمسة. يلا نطرح. هذا خمسة هاي يصير ثمانية اربعة عش ناقص اه ستة ثمانية. ثمانية ناقص خمسة ثلاثة بوينت سبعة. اذا الناد جمالت انه سبعة بوينت ثلاثة ثمانية خمسة جول. طبعا هذا السؤال مفروض يعني انتهم تحله. هو بعض ترى كله نفس الافكار. وداعتكم نفس الافكار كلهن. المهم. يلا. هسه نجع اليمن على السؤال الفين وعشرين الدور الاول. الفين وعشرين. الفين وعشرين الدور الاول. يلا. ساقط طول طول موجته اللي هو لمدة يعني عشرة السالب سبعة متر. على سطح دالة شغله تساوي واحد بوين سبعة وستين في عشرة السالب تسوة عشر جول. فانبعثت منها الكترونات الضوئية هذا نفس ما الكتاب بالضبط حتى نفس الأرقام. زين. فانبعثت منها الكترونات الضوئية من السطح. جد اولا الانطلاق الاعظم. اولا يريد الانطلاق الاعظم. يعني الفين. تساوي اين. اثنيا كي اي على اليمن على ام. الام موجودة. الكي اي ما عندي. اروح استخرجها. زين. اش عدي اي ناقص دباليو. ال اي الدباليو عندي. ال اي ما عندي. اروح استخرجها. اتش اف. ال اف ما عندي. اروح استخرجها. سي على لمدة. اذن هنا انا من خلال هاي الخطة اللي اخواي مرت علينا. بعد طول موجد دي برولي. ثانيا اريد لمدة ما ادي برولي. وما اكو اسهل منها اللي هي اتش على ام ذي. ال اتش عدي. الام اما الكترون لنقل اللي هو الكترون. والفي استخرجتها. يعني بس العوض. يلا حل وتعال. حل السؤال الثاني اللي هو الفين وعشرين. الدور الثاني تطبيقي. زين. سقط اضو طوله الموجي لمدة تساوي انه ميتين نانو عشرة والسالب تسعة متر. على سطح الصوديوم. فاذا كانت دالة الشغل الدباليو تساوي انه سبعة بوينت اثنيا في عشرة والسالب تسو طعش جول. احسب الطاقة الحركية العظمى. اريد الاي الكي اي. كاينتك انيرجي. ماكس. اي ناقص دباليو. زين. الدباليو عندي. ال اي ما عندي. لازم استخرج ال اي. اللي هو اتش اف. ال اف ما عندي. استخرج ال اف. اللي هو السي على لمدة. جهد القطع او الايقاف. زين. ويا قانون بجهد قطع. ابو الكي اي يساوي اي. في اس. احنا نريد. ال في اس. هذا عدي. والكي استخرجتها. راح تطلع ال في اس. زين. يلا اخر سؤال. اللي هو الفين وواهد وعشرين الدور الاول. خلي نجي نحله. يلا شباب. الفين وواهد وعشرين الدور الاول. سقط طول طوله الموجي اربعمائة نانو متر. طول الموجي اللي هو لمدة تساوي اربعمائة نانو متر. في عشرة والسالب تسعة متر. على معدن الصوديوم. فانبعثت منه الكترونات ذات طاقة حركية مقدارها. فانبعثت منه الكترونات ذات الطاقة الحركية. يعني نعطينا الطاقة الحركية. اللي هو او ثمانية اي في. نعطينا بال اي في. ما مقدار دالة الشغل بوحدة الجول اولا وبوحدة الاي في ثانيا. يريد دالة الشغل بوحدة الجول وبوحدة الاي في. ما عدنا اي شكال. اسا احنا اللي اريده شنوه? اريد دالة الشغل. مين نجيبه من قانون الكي اي. يساوي اي ناقص دبلو. احنا اريد الدبلو. تمام. الاي الكي اي عندي. بس الاي ما عندي. اروح استخرج الاي. اللي هو اش اف. الاف ما عندي. اروح استخرج الاف. اللي هو السي على لمدة. زي. شباب المفروض يعني صارها المحفوظة عدكم. يلا. نبده الساة نستخرج الاف. اللي هو السي على اليمن على لمدة. الاف تساوي لنا سي على لمدة. اش قد السي? ثلاثة في عشرة وسثمانية. على لمدة اش قد اربعمية في عشرة السالب تسعة. يعني هاي الصفرين يروح انه هي السالب تسعة سالب سبعة. اربعة في عشرة والسالب سبعة. تمام. ثلاثة على اربعة نقسمها تطلع او بوينت خمسة وسبعين. عنده عندما نرفع الاسس للأعلاد نغير اشارتها. يعني راح يصير سالب سالب سبعة. تسعة تصير موجب سبعة وموجب ثمانية وموجب خمستعاش. هاي بالنسبة للتردد هارتز. اوكي. الله اصطمنا عندي. نجا على اليمن. نجا على ثاني شغلة اللي هي الاي. الايش تساوي اني. تساوي اني اتش اف وتساوي اني. الايش ستة بوينت تلاثة وستين في عشرة والسالب اربعة وتلاثين. الاف الاف اش قد او بوينت خمسة وسبعين في عشرة وسخمستعاش. سالب اربعة وتلاثين. وموجب خمستعاش راح يصير عندنا السالب تساوي عش. اوكي. في هذا في هذا. اش قد هو? هذا وهذا. اه ستمائة وتلاثة وستين في خمسة وسبعين. يلا شباب. خمسة فيه تلاثة خمستعاش. خمسة بليت واحد. اهنا تلاثين واحد وتلاثين. تلاثين تلاثة وتلاثين. الله اصطمنا. راح ننزل الصفر. سبعة فيه تلاثة واحد وعشرين. سبعة فيه ستة. واحد وعشرين. سبعة فيه ستة اثنين واربعين. واثنين اربعة واربعين. سبعة فيه ستة اثنين واربعين. واربعة ستة واربعين. راح يصير خمسة اثنين سبعة تسعة اربعة. اش كم رقم ورا البوينت? احسبوا. واحد اثنين ثلاثة اربعة. واحد اثنين ثلاثة اربعة. رقمين ورا البونت. مو شرط ناخذنا اربعتين ناخذ بس اثنين. يلا. اذا اه اربعة تسعة سبعة. شنو الوحدات? جول. واضح? الوحدات جول. حسا خلصتها طلعنا الاي. خلي نكمل حسا. اروح نطلع الدبليو. يلا. الدبليو. كي اي تساوي اي ناقص دبليو. انا اريد الدبليو. هذا حوله منه وهذا يجي منا. هذا سالب منه حوله شي صير موجب. وهذا موجب منه حوله شي صير سالب. ماكس ويساوي. مش قلن ليه شباب? اربعة سبعة سبعة وتسعين. في عشرة والسالب تسوط عشر. ناقص. الكي اي ايش قيت? باوع لي هنا. الكي ايش قيت? الكي اي. او بوينت ثمانية في واحد بوينت ستة في عشرة والسالب تسوط عشر. لين اي في. وين ما نشوف الاي في لازم نعوض قيمته. زين. هسا شو نقول? نقول ياضح. دقيقة واحدة واحدة. اربعة سبعة وتسعين في عشرة والسالب تسوط عشر ناقص. ثمانية في ستة. ثمانية واربعين. ثمانية في واحد. ثمانية. ثمانية واربعة اتماعش. شكو مرقم وراء البوينت? اثنين واحد اثنين. واحد اثنين خلي بوينت. في عشرة والسالب تسوط عشر. هسا راح شا سوي? عند الجمع والطرح نستخرج لأسس عامل مشترك. يعني راح اطلع العشرة والسالب تسوط عشر عامل مشترك. زين. شو راح نقول السحنة? اربعة بوينت سبعة وتسعين ناقص واحد بوينت ثمانية وعشرين. هاي يصير ثمانية وهي يصير سبوط عشر. سبوط عشر يروح من عندها ثمانية تسعة. ثمانية يروح من عندها اثنية ستة بوينت خمسة. او يلعف تلاثة. ينا اربعة ناقص واحد تلاثة. زين. اذن النادي جمالتنا تلاثة بوينت تسعة وستين. شلو الوحدات? جول. هو اش قال? قال من اطلعوني ال اي الدماليو بالجول هاي اولا. عريدكم نطلعوها بالي في ثانيا. هو قال عريدها بوحدة الجول هي تطلع دائما بالجول. لازم نسا نجي نحول الجول للي في. شلون شباب احول الجول للي في. تلاثة بوينت تسعة وستين. في عشرة والسالب تسوط عشر. شون احول الجول للي في اقسم على واحد بوينت ستين. في عشرة والسالب تسوط عشر. هاي تولي وياهاي. راحت. شبقى عدي. تلاثة ستة تسعة في عشرة والسالب اثنين. على ستة عشرة والسالب واحد. يبقى سالب واحد. يلا. هسة لازم نقسم. شنقسم? نقسم تلاثة ستة تسعة تقسيم ستة عشر. يلا شباب. مو نهجم عليهم كلهم. لا واحد واحد. ستة وتلاثين. مو رقمين ناخذ بس رقمين. ستة وتلاثين. ايش كم ستة عشر? ستة وتلاثين. ايش كم ستة عشر? بيها اثنين. لي اثنين فيه ستة عشر تنين وتلاثين. يبقى. يبقى اربعة. راح انزل التسعة. زين. تسعة واربعين ايش كم ستة عشر? بيها تلاثة. لي نشوفه ستة عشر. وستة عشر تنين وتلاثين. وستة عشر ثمانية واربعين. بيها تلاثة. تلاها فيه ستة عشر ثمانية واربعين. يبقى واحد. زين. واحد ايش كم ستة عشر ما بيه? ناخد صفر هدية. صعد بوينت وناخد صفر هدية. زين. عشر اش كم ستة عشر ما بيه? نعطيها الصفر الثاني. شا نسوي? نصع الصفر. يلا ناخد الصفر الثاني. زين. مية اش كم ستة عشر? نكمل. زاق الستة عشر? اربعة وستين. زاق الستة عشر? هنانا ثمانين. زاق الستة وتسعين كافي. يعني احنا عدنا مية. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. بيه اش قد? ستة. اذن الناتج مالتنا ثلاثة وعشرين بوينت صفر ستة في عشرة والسالب واحد هذا اللي ازلته. اي في. حسا واحد هذا اللي يقول البوينت ارجعه يصير اثنين بوينت تلاثة صفر ستة اي في بكيفة. يقول لا والله البوينت هاته صعدنا اصوص بكيفكم. هاي بعد يهمكم. تمام? لهنا انا انتهت مجموعتنا اللي هي المجموعة الاولى للمسائل. احنا عدنا مجموعتين. تمام? نلتقي المحاضرة القادمة. يلا باي باي.